بسم الله الرحمن الرحيم أبغى أضيف حاجة سريعة على الدرس السابق الذي هو PassBySharing وهي أنه أو الأشهر PassByReference وهي أنه فيه مقابل PassBySharing فإن النوع الثاني أو النوع الأول اللي تعلمناه حنا ولكن ما أعطيناه اسم في البداية طريقة إرسال البرامتر هي PassByValue بمعنى إرسال القيمة فقط تمام المقصود بالشيء هذا تخيل أننا لسبب أو لآخر أننا قررنا نضيف هنا argument جديدة مثلا خلق أكتب هنا بعض الكود البسيط مثلا قررت أني أعرف هنا int x gets 10 تمام وبعد كذا قررت أني أضيف ال x هنا كبرامتر ثاني يعني راح أرسل راح أحط فاصلة x راح تكون أخلى أكتب لك الجملة راح تكون بشكل التالي f e.equals e2 فاصلة x تمام إلى آخر إلى آخر الكود هذا فراح نشطب على الجملة هذه ونستبدلها بالشرط هذا مضبوط طبعا بدون أي سبب فقط عشان نوريك الفرق بين لما نرسل reference اللي وقيته بين لما نرسل integer primitive type عادي مضبوط اللي int double boolean char primitive types هذه اللي تعودنا طبعا هنا لا بد أن نغير الميثود هنا equals فنحط هنا نشطب على الميثود هذه ونكتبها مرة ثانية فتكون equals تستقبل عندنا هنا reference employee imp وتستقبل عندنا int مثلا y دعنا نسميها y زين طيب الآن هنا وش راح يصير لما نجي هنا نستدعي تمام لما نستدعي هنا راح نرسل e2 e2 هذا راح نرسله يكون imp ف e2 و imp يشرون على نفس المكان e راح يرسل بشكل مخفي زي ما ذكرنا سابقا راح يكون هو this فعندنا reference this والreference e يأشرون عن نفس الobject تمام بين الميثود main طبعا هذه الميثود main وهذه الميثود equals الشيء الجديد عندنا هنا اللي أبغاك تنتبه له هنا إن الـ x هنا طبعا الـ x كان موجود في activation record حق الميثود main تمام هذا الـ x وقيمته 10 زي لأنه local variable و integer ما فيه أي reference ما فيه أي object لما نجي نرسل الـ x الآن هنا زي راح نرسله مكان الـ y فهنا راح يكون عندنا برامتر جديد اسمه y زي هنا في الميثود اللي هي الميثود equals وقيمة الـ y راح تكون عشرة الآن هنا هذا نسميه pass by value إرسال القيمة وليس إرسال الـ reference أو sharing هنا هنا لا يوجد أي مشاركة تغير في الـ y تلعب في الـ y تسوي اللي تبغى في الـ y الـ x ما راح تتأثر أبدا تمام بينما بالنسبة للـ objects لو تلعب في imp فإن الـ object اللي أشر عليه e2 هو نفسه راح يتغير راح يتأثر تمام نفس الشي لو تلعب في this فإن الـ object هو نفسه e راح يتغير هذه ناحية مهمة جدا 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 وتلخبط شوي في البرمجة ركز فيها بشكل جيد زي لما نرسل primitive data types اللي هي int double short boolean وإلى آخره السبعة وثمانية primitive data types ذكرناها في دروس سابقة لما نرسلها فإن تكون pass by value هي تكون موجودة في الـ stack في الـ activation record حق الميثود نرسلها ناخذ قيمتها ونضعها في مكان قيمة الـ parameter زي ما انتشايف هنا بينما لما نرسل reference الـ object فإن الـ object موجود في الـ heap ما نسوي منه copy ما نسوي له نسخة زي ما نسخنا هنا العشرة نسخنا خذنا نسخة من العشرة وحقناها هنا لا هنا ما نسخنا شي هو الـ object موجود ما نسخناه شي فقط الـ reference حقنا الـ reference جديد الشرع نفس الـ object فقط هذا هو هذا هو مقصود بـ pass by value تمام وهي معظم الـ methods اللي شفناها في الفترة السابقة كانت pass by value وليست pass by sharing أو pass by reference لأول مرة في الدرس السابق ودرس هذا نشوف pass by sharing اللي هو إرسال object أو بعبارة أدق إرسال reference الـ object إلى method إن شاء الله نشوف تمارين إضافية على الموضوع هذا في درس القادمة